ما أن صرح القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي متوقعا حصول التيار على مئة مقعد في البرلمان المقبل ما يخوله للحصول على كرسي رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة حتى جوبها بانتقادات وتشكيك من خصوم سياسيين حيث رد القيادي في اتلاف النصر عقيل الرديني بأن التيار الصدري لن يحصل على أكثر من خمسين مقعدا كحد أقصى وردا على تصريحات الرديني نشر محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بيانا أكد فيه أن الهجم الممنهج ضد التيار الصدري لا تستطيع الانتقاص من استحقاقه في تشكيل الحكومة المقبلة كما لا يمكنها التقليل من حضوره الجماهيري وقاعدته الشعبية العريضة مستهلا البيان بسؤال حول ما هي المعيار في الاستحقاق السياسي لمن سيكون رئيس الوزراء المقبل بعد هذا السؤال مباشرة بدأ العراقي في سرد إجابة صلط من خلالها الضوء على أهم المعايير التي يستوجب توافرها في من يستحق أن يكون الكتلة الأكبر ويحق له أن يشكل الحكومة المقبلة وجميعها وفق البيان معايير ونهج لدى التيار الصدري بشهادات داخلية وخارجية ومن بينها ما عرف عنه التيار الصدري بحسب البيان من وطنية ونهج في الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وقاعدة شعبية عريضة وتفان في تقديم الخدمات للعراقيين وعلاقات متوازنة داخليا وخارجيا وسير على درب المقاومة ومحاربة الإرهاب والتطرف ودأب في الحفاظ على وحدة العراق ورفض للتبعية وسمعة حسنة لا تشوبها شائبة وزهد معهود بالمناصب وطاعة للمرجعيات الدينية وقرب من هموم المواطن العراقي وتبني مطالبه المشروعة وغيرها واليرم العراقي الكرة في ملعب خصوم التيار الصدري في انتظار الرد بلغة الأرقام لمن يعتقد أنه قدم للعراق والعراقيين أكثر مما قدم التيار الصدري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر